دراسة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي لعلماء قالوا إن اسماك القرش التي تتصرف بجنون ربما تتغدى على مخدر الكوكاين الذي يلقيه مهربو المخدرات قبالة سواحل فلوريدا وفي فيلم وثائقي جديد لديسكابري شاركويك ألقى فريق البحث عبوة لمادة تشبه الكوكاين في الماء لتندافع القروش نحوها وتفترس كميات منها فهل أدمنت اسماك القرش على المخدرات فعلا؟